دلوقتي معاد موجز لهم الأخبار مع هالي شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك رئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي بلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبت الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء وخلال كلمته أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المشروع يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لقطاع الطاقة إيمانا بدوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي من جانبه اعتبر الرئيس الروسي المشروع رمزا للتعاون الروسي المصري قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت مكجورك وصل القاهرة لإجراء مناقشات جدية بالتوصل لهدنة إنسانية في غزة وبحث إطلاق سراح المحتجزين وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول وأشار إلى أن مكجورك سيناقش أيضاً خلال جولته بعدد من دول المنطقة تقييماً للعمليات العسكرية الإسرائيلية وجهود حماية المدنيين الفلسطينيين وأوضح كيربي أن البيت الأبيض لا يريد تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه غير مقبول وقال جوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطراً بالغاً على السلم والأمن الدوليين مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة بقطع غزة وأكدت مصادر فلسطينية استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بصاروخ بما أصفر عن مقتل وإصابة عدد منهم شرق جباليا يأتي هذا في الوقت الذي قصفت فيه طائرات الاحتلال محيط مدرسة مصطفى حاصف بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس بما أصفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين مراراً خطاباً انتخابياً للرئيس جو بايدن وخلال خطاباً ألقاه في تجمع انتخابي بولاية فيرجينيا قرب واشنطن اضطر بايدن للتوقف مراراً عن الكلام بعدما قاطعته هتافات تدعو لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطع غزة قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون نفذت ضربات في العراق ضد ثلاث منشآت مرتبطة بفصائل مسلحة وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن هذه الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد الجنود الأمريكيين وقوات التحالف في العراق وسوريا وتعرضت قوات أمريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على ثمانية أهداف في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تدمير 25 منشأة لإطلاق الصواريخ وأكثر من 20 صاروخاً ومسيارات ورادارات للخوفيين منذ 11 من يناير الماضي الجاري وأكد البنتاجون أن الولايات المتحدة مستمرة في العمل على الصعيد الدولي والإقليمي لمنع توسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط مشيراً إلى أن الهدف من الضربات في اليمن هو ضمان حرية الملاحة الدولية ده مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل